السلام عليكم. دلوقتي احنا هنبدأ نتكلم عن بعض في الكلام ده هيبقى من خلال هنحلها مع بعض. هم عددهم ست شيتات. هنقسمهم على الفيديو الاولاني هيكون من ودول حاجات كده تعتبر تطبيقات على على بعض اللي ممكن نكون نتعرضنا لها قبل كده في حاجة زي اه واخر شيتين خمسة وستة دول هيكونوا تطبيق مباشرة على حاجات جديدة تعلمناها السنة دي في فاحنا في الفيديو الاولاني دلوقتي هنبدأ باول هنمشي كده مع المسائل واحدة واحدة نشوف افكارها ونشوف خطوات الحل بتاعتها كانت عاملة ازاي بحيس نبقى متخيلين الموضوع لبعضه. فلو بدأنا في شيت ممبر وان اه قال لي ان انا عايز احسب بالتوتال ماسبت على الهوى في الغلاف الجوي لو كان متوسط ضغط الهوى سبعمائة ستين مليمتر ميركري وبعدين ده كده اول حاجة وبعدين قال لي طيب لو انا عندي التوتال وورلد بارتيكليت لود اللود هو تين بار سيفن تونز من البارتيكليتز اه احسب لي الكنسنتريشن اسيومنج نايمتوزعه بشكل متساوي وقال لي اعتبر ان الهيط بتاع اللي هو هايت الغلاف الجوي مسلا حوالي وان كيلوميتر وبيقول لك في الاخر كده يعني ان بتبقى حوالي خمستاشر تلاتين ملي جرام لكل متر مكعب فاقرن ده بالرقم اللي حسبته عشان تشوف الطريقة اللي انت استخدمتها دي هل هي لوجيك ولا لأ فاول حاجة الاتموسفيريك بريشر ده اللي هو سبعمائة وستين مليمتر ميركري انا اقدر احوله لماس بتاع الاير ازاي السبعمائة وستين مليمتر ميركري ده هو بريشر اه ممكن اقرنه مسلا بوحدات تانية زي الميتر ووتر برضو هو بريشر اه لو عايز اقول الماس بتاع اي حاجة هو في بتاعة الفليود ده فلو بتكلم عن مية فلو انا عندي اه تين بوينت تري سيكس ميتر لو دربتها في بتاعة المية اللي هي الف كيلو جرام لكل متر مكعب هيطلع لي الماس بتاع الاير لكل متر سكويرد فانا بضرب متر على متر مكعب يطلع لي كيلو جرام نفس الرقم ده كان هيطلع لو كنت قلت بوينت سيفن سيكس ميتر ميركري مضروبين في كسافة الميركري اللي هي تلاتاشر الف وستمية كان هيطلع بالزبط نفس الرقم ده فاول خطوة انا بس قلت ان اه ام وزن الهوى هو نفس وزن السائل المزاح قدامه اللي هو بيتمثل في سواء بقى طول عمود الميركري او طول عمود المية وهكزا طيب فده اول حاجة تاني حاجة احنا عايزين بقى نطلع الفوليوم بتاع دي عشان اقدر اقسم ده على الفوليوم وطلع فابتدينا بقى بشوية معلومات كده اول حاجة روح ندورنا على بتاع كوكب الارض. ليه? عشان اجيب منه الاريا اربعة باي فتبقى دي الاريا اللي هي لما اضربها في يطلع لي دربت الرقم ده في الرقم ده طلع لي فايف بوينتو فتين بار اتين كيلو جرام اف اير. طيب الماس بتاع الار ده خلاص ده اول مكلوب. طيب تاني حاجة انا عايز بقى الفوليوم بتاع اللير دي. عندي الاريا وهو قال لي فترض ان الهايط هو وان كيلو متر اللي هو الف متر فضربت الاريا في الهايط اللي هو الف متر. هيطلع لي الفوليوم فايف بوينت وان فتين بار وان سيفن ميتر كيوب. الكونسنتريشن هقسم الماس اللي هو تين بار سيفن تونز على الفوليوم ده. طبعا التين بار سيفن تونز دربتون في تين بار ناين عشان يبقى آآ ميلي جرام. آآ طلع لي الرقم بالمنزر ده. بوينت او تو. طبعا بوينت او تو صغير جدا مقارن بخمستاشر لثلاتين. لان احنا هنا حطينا ان هو وده طبعا ممكن ما يكونش حقيقي. ممكن يكون لما انا اكون قريب من سطح الارض بيبقى التركيز عالي كل ما بعد التركيز بيقل. فعشان كده بنلاقي في الياسات العضية الرقم بيطلع كبير شوية. تاني سؤال بيقول لي احسب الامونت في اكسجين في الاتموسفير لو الهوى كان توينت وان برسنت اكسجين. فانا من شوية انا لسه حاسب آآ كمية الهوى او وزن الهوى اللي في الاتموسفير اللي هو طلع اتين كيلو جرام. اه عايز احوله فضربت كده. لو انا هضرب في واحد وعشرين على مية. واحد وعشرين على مية دي. هي مولر برسنت. واحد عشرين مول في اكسجين برمية مول في اير. انا عايزها تبقى ماس بر ماس فضربت الواحد وعشرين في تاكسجين وضربت المية في بتاع الهوى. فالرقم ده بقى جرام او كيلو جرام بر كيلو جرام فطلعت الماس بتاع الاكسجر. تالت مسألة ودي من المسائل الكويسة جدا يعني آآ بيكلمني عن بكدرته الف ميجاوات. بيطلع كهرابة الف ميجاوات. وشغال بكفاءة خمسة وتلاتين في المية. يعني ايه? يعني هو عشان يطلع الالف دول هو بيستهلك كمية طاقة اكتر. والالف دول هم خمسة وتلاتين في المية من اللي هو بيستهلكها. فعشان يطلع الالف دول هو محتاج كمية فحم قد ايه? ده اول سؤال. تاني سؤال هو بيطلع اصلا قد ايه? وبيقول لي ان هو بيستهلك اكسجن قد ايه? ان الفحم اللي عندك ده خمسة وسبعين في المية منه كربون. والباقي حاجات تانية. حاجات تانية دي بقى ممكن تبقاش ممكن تبقى آآ سلفر ممكن تبقى ايا كانية. وبيقول لي كمان ان الفحم بيطلع طاقة تلاتاشر الف دي تيو بر باوند. فاحنا هنمشي واحدة واحدة. اول حاجة انا عايز اطلع الف ميجا وات. يعني الف مليون وات. آآ بكفاءة خمسة وتلاتين في المية فلما اسم على يبقى الرقم ده هو اجمال الطاقة اللي انا عايز استخدمها اللي انا عايز اخدها من الوقود بتاع اللي هو الفحم. طيب الفحم ده اصلا بتاعته كامل. كل باوند بيطلع تلاتاش الف بيتي G. حايز احولها الجول. فقسمت على بقت كيلو كاليري بير كيلو جرام تحويل من لكيلو كاليري بير كيلو جرام بقسم على لون باون او ممكن تتنتجها بنفسك ان انت ات센تقى بتحول ل لكالوري وبعدين كيلو كاليري وتحول للكيلو جرام هتلاقي انت تحويلها بالمنظر ده. والكيلو كاليري لكيلو جرام برضو كاليري الجول اللي هتحويله ومن كيلو جرام لطن. فاطلع عندي فتين بور تين جول بير تن. فدي بتاعة الكول هحتاج بقى قد ايه من الفحم وببساطة هقسم الرقمين دول على بعض محتاج والوان طون من الفحم يديني كام جول لما قسمهم على بعض طبعا في تن بور ناين على تن بور تن ده هيطلع لي تن في الثانية طبعا طن في الثانية مش واحدة منطقية في زي ده انا عايز خليها تن في الثانية فبقى ساعة في اربعة عشرين ساعة في اليوم في تلتمية خمسة ستين يوم في السنة فاطلع لي معدل استهلاك الفحم في السنة وده كان اول سؤال طيب تاني سؤال اللي انا اصلا بطلع انرجي قد ايه في البلانت ده فهقول التالي انا اتكلمت من شوية ان انا محتاج انرجي اللي هي برضو هزبط الوحدات بتاعتها فحولتها فتبقى ربط ع sketch 2000 فبقىige وبعد كده على 1000 عشان تبقى كيلو كالوريا طبعا دي كل الهيت ال transform in plant ده منهم 1000 ميجاواط اللي هم 35% بيروحوا يتحاولوا كهرباء والباقي 65% دول بقى بيبقوا拜拜 بيطلعوا في شكل او كده. او في التبريد بقى بيسخنوا المية او ايا كان يعني لكن مش بيزهرولي في شكل كهرباء. طيب بستهلك او بطلع قد ايه? دي ممكن نجيبها بسيط قوي. انا عندي دلوقتي كمية فحمة بستخدمها الرقم ده. تلاتة مليون تن في السنة. التلاتة مليون تن في السنة دول منهم خمسة وسبعين في المية كربون. فلو ما ضربهم في بعض يبقى ده الماس بتاع الكربون. طيب معادلة الاحتراق بتقول لي ان من كربون مع من من او هتطلع علي من 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 فلو انا عايز احسب عليوا يطلع لي قد ايه? هقول كل من الكربون بيطلع مول. فلو ده الماس بتاع الكربون لو اسمته على اتناشر يبقى ننبر في كربون فاربعة واربعين يبقى ماس طيب لو كنت عايز كنت بدل اربعة وتلائة واربعين هحط اتنين وتلاتين وهكزا نحسب اي حاجة محتاج تقرفه. طيب بعد كده نروح لشيت نومبر تو. شييت نومبر تو اول مسألة هي هي تالت مسألة اللي احنا لسه حلينها في شييت وان. آآ بفروقات بسيطة قوي هنا آآ قال لي ان اتناشر الف بدل تلاتاشر الف مفيش مشاكل مدنيش فانا افرضها من تلاتين اربعين في المية ممكن خمسة وتلاتين زي المسألة اللي فاتت وارجع احسابها تاني نفهاش اي مشكلة. طيب اللي بعدها قال لي آآ نفترض ان الجازولين اللي هو بنزين بتاع العربيات هو ايزو اوكتين سي تمانية اتش تمانتاشر. احسب كمية السيوتول اللي هتنتج آآ لما يبقى عندي اربع مليون عربية كل واحدة بتحرق اتنين جالون ايزو اوكتين في اليوم. برضو هنا هيبقى بسيط قوي. اول حاجة هنشوف معضلة الاحتراق بتاعة الاكتين سي تمانية اتش تمانتاشر. هلاقي ان الكل مول هيطلع لي تمانية مولز سيوتو تسع مولز ووتر فيب. طيب يبقى الوان مول من الاكتين هيطلع تمانية مول سيوتو. طب انا بستهلك اصلا كم اكتين? هلاقي ان انا عندي اربع مليون عربية كل عربية بتستهلك اتنين جالون في اليوم. اتنين جالون في اليوم دي لو عملت بتاعتها الوحدة بس اقدر استخدامها. هتطلع ستة كيلو جرام بردي تقريبا. هيدخل فيها طبعا ان انا يعني ضربت في الجانس دي. وحولت الجالون ميتر فيوب عشان يتزبط مع بعض. فهتطلع تقريبا ستة كيلو جرام في اليوم. فانا عندي اربع مليون عربية كل واحدة بتستهلك ستة كيلو جرام في اليوم. يبقى اول رقمين دول هو استهلاك الاكتين طيب انا عندي الكلام ده لو اسمت بتاع الاكتين اللي هو مية واربعتاشر يبقى ده استهلاك الاكتين باي مول. كل مول بتطلع تمانية مولز سيو تو. فلما اضرب في تمانية يبقى ده مولز في سيو تو اه اميتد. فاربعة واربين بتاع السيو تو يبقى ده الماس بتاع السيو تو اميشن اللي هتطلع لي من العربيات دي. اللي رقم ده لما حسيبه هيطلع حوالي سيفن بوينت فور في تين باور. ام فور ام 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 تون بير دي. طيب ام رقم تلاتة هنا دي مش يعني مش هنخش في تفاصيلها قوي بس هي بتتكلم عن ام كمية الطاقة اللي الشمس بتبعتها الكوكب الارض. فالشمس بتطلع اتنين كالوري لكل آآ سنتيميتر آآ منت. آآ لكن الغلاف الجوي والكوكب الارض نفسه هو بيرفلكت بوينت ثري فايف خمسة واتتين في المية من الاشعاع ده. فهو عايز يعرف بقى من كمية الاشعاع اللي هتوصل من المعلومتين دول. قل لي درجة حرارة الارض هتبقى عاملة ازاي? طبعا حاجة زي كده مش هتحتاج المعلومتين دول بس لأ ده هتحتاج معلومة من الرادييشن ان انا عندي حاجة اسمها الفا وحاجة اسمها الان هو قد ايه اصلا من كوكب الارض معرض للاشعاع ده. وداخل فيها درجة حرارة الشمس مع درجة حرارة الارض. فشوية كتير كده تطبيق على يعني بيزيكس اوف رادييشن. آآ هتحتاج ان انت تحسب ده بقى تقدر فيها المسافة بين الارض والشمس وريديس الارض وريديس الشمس. كصة كبيرة كده مش مش هتبقى مهم مع اوية بالنسبة لنا في السياق ده يعني. هندخل بعد كده على شيت اول ما ستسألة في شيت برضو هي بدايتها شبيهة للي احنا شفناه قبل كده ان انا عندي آآ قدرته الف ميجا واط بيستخدم فح. آآ بيفيشنسي اربعين في المية. بس هيبدأ يديني شوية معلومات زيادة آآ ويطلب مني شوية نطيب زيادة. اول حاجة قال لي ان الفحم ده في نسبة السلفر وان بوينت سيفن برسنت. آآ وقال لي ان الاش كونتينت عشر في المية. وقال لي بتاعته اتناشر الف بيت يو. عكس اول مسألة كان آآ خمسة وتعليتين في المية وتلاتاشر الف. طيب عايزني احسب ايه? عايزني احسب من البلانت ده اللي تاعت حاجات. اول حاجة البرتيكلت. والبرتيكلت ماتر دي بتطلع بسبب وجود الاش كونتينت. والنوكس والاس او تو. والاس او تو برضو بيطلع نتيجة وجود السلفر. والنوكس كده كده بتطلع. طيب احسب الامشنز دي لو انا مش عامل اي كنترول. لو انا مش عامل اي نوع من الفلتريشن او 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 للفلو جازس اللي طالع. وقال لي تحديدا كمان البرتيكلت ماتر اللي الديامتر بتاعها اقل من خمسة. مايكرون هتبقى دي لان دي اخطر حاجة. اه مع المسألة دي مديني جدول كده تحت الجدول ده بيقول لي البرتيكلت ماتر اللي طالعه. بتاعها. فهي خمسة وعشرين في المية منها حجمها اكبر من اربعة واربعين مايكرو. وتعتها عشرين في المية من عشرين لاربعة واربعين. وهكزا الحد خمستاشر في المية اللي هما بتاعهم من زيرو لخمسة مايكرو اللي هو بيسأل عليهم هنا تحديدا. فده اول جزء. تاني جزء قال لي طيب هنفترض ان انا هستخدم الكتروستاتيك بيشنسي زي اللي في الجدول ده. فاليفيشنسي بتاعته ان هو هيقدر يشيل مية في المية من البرتيكلز اللي اجبر من اربعة واربعين. الاصغر شوية هيشيل تسعة وتسعين ونصف في المية. وكزا الحد اصغر اللي هي منزيله خمسة هيشيل خمسة وسبعين في المية. بيقول لي لو انت هتستخدم ده عايز اعرف حاكتين. عايز اعرف اول حاجة انا هفصل بي قد ايه دي. واللي هفصلها دي يحتاج اعمل لها فهو عايز يحسب الرقم ده. تاني حاجة عايز يعرف قد ايه بقى اصغر من خمسة مايكرون هتحصلها. هتهرب مني رغم ان انا استخدمت الاكتروستاتيك بريسبتيتو. فهنمشي واحدة واحدة كده مع المطلوب. اول حاجة بداية المسألة. هنحتاج نعمل زي اللي احنا حسبناه في بالزبط. لما طلعنا ان الاماونت اف كول ساعتها طبقات ايت في تين بور سيكس. كان ساعتها نفس القدرة نفس الالف ميجا اوت. لكن الفرق هنا في المسألة ان اعلى. اربعين في المية بدل خمسة وتلاتين. والكالوريفيك فاليو اقل اتناشر الف بدل تلاتاشر الف. بكروس مالتليكيشن بسيط كده هنضرب في بوينت تري فايف على بوينت فور. وفي تلاتاشر على اتناشر. هلقى ان كمية الفحم في الكيس بتاعتنا ديبقى. طبعا الرقم ده لو مش معاك كنت هتعمل نفسي خطوات اللي عملناها من شوية هي هي من البداية. طيب انا دلوقتي اول مطلوبة عايز احسب سواء للبارتيكليت ماتر او النوكس او آآ بيبقى عندنا حاجة اسمها ودي نقدر نطلعها من يعني آآ بتقول لي ايه? بتقول لي ان انت اللي هتطلع بتساوي ستاشر في اللي هو العشرة في المية ده. فانت اما تدرب ستاشر في عشرة في المية اللي هي العشرة دي يطلع لك مية وستين باوند بيرتون. دي كده حاجات يعني. طيب بالنسبة للنوكس بيقول لي عندي عشرين باوند بيرتون. كل تن من الفحم هيطلع عشرين باوند نوكس. كل تن من الفحم هيطلع ستاشر مضروبة في الاش كونتين باوند من اللي هي طلعك مية وستين. السوكس هيبقى تمانية وتلاتين في اللي هي الوان بوينت سيفن بيرسنت دي. فبرضو تمانية وتلاتين في وان بوينت سيفن يطلع لي خمسة وستين باوند بيرتون. فدي حاجات جبناها من فوضل ايه فوضل انا احسابها بقى اكتشي في المسألة بتاعتي. اضرب كل رقم من دول في آآ كمية الفحم اللي هستخدمها تون بيرير. آآ اشوف بقى هيطلع لي قد دي. فهلاقي ان هضرب المية وستين في الرقم ده واعمل بقى شوية تحويلات عشان بدل ما هي باوند بيرير خليها تون بيرير. بتطلع توفتين باور فايف. آآ طيب الكلام ده منهم قد ايه اصغر من مايكرونز. اللي هو بقيس سؤال هنا. فهضرب الرقم التلاقي ده في خمستاشر في المية. هو هنا قال لي ان الاصغر من خمسة مايكرون كميته خمستاشر في المية. فضربت الرقم ده في خمستاشر في المية. طلع في تين باور فور. نفس الكلام مع السوكس خدت الرقم ده اللي هو خمسة وستين باوند بيرتون دربته في كمية الفحم. وشوية كونفرجنز لحد ما جبت. كام تن في السنة? ات بونت تري. ونفس الكلام مع النوكس طلع تو بوينت فايف سيكس في تين باور فور تين بيرير. طيب ده الحد هنا. بعد كده قال لي لا انا هستخدم الاول حاجة عاملها هشوف الاول حاجة هشوف ده هيفصل قد ايه من البرتيكلات اللي هو طلعت. من ال تو بوينت او فايف في تين باور فايف دول. طيب كويس قابل. فهقول كده هقول قدي لتو بوينت او فايف تين باور فايف هبدأ اضرب بقى في الفريكشن اللي هيحصل له السيبريشن. فهقول كده هقول ان الخمسة وعشرين في المية منه من البرتيكلات متر اللي هي اكبر من اربعة وربعين ماكرون هتتفصل بنسبة مية في المية. فمن طيبتي هنا ادرب 25% في 100% وبعدين 23% هيتفصل منهم 99.5% فضربنا 20% هيتفصل منهم 97% وهكذا هفضل اضرب الرقمين دول لحد اخر واحدة 15% هيتشال منهم 75% لما بقى اعوض في الطويلة دي هيطلع دول اللي فصلهم وهحتاج اعمل لهم هحتاج اتخلص منهم بشكل كويس فالتنين فتن 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 طيب الباقي هيطلع في الهوى طيب اللي هيطلع في الهوى ده مش كله بنفس القطور اخطر حاجة اللي هو اصغر من فعايز عرف هيفضل منه قد ايه هيفضل منه بالقاتل انا كان عندي اصلا في السنة منهم 15% اصغر من خمسة مايترو اللي هو انا حسبتها من شرية هنا الرقم ده الرقم ده هفصل منهم هحجز منهم 75% يبقى هيفضل 25 فلما ضربت طلع عندي 7.7 تون برير من اللي هي اصغر من فايف مايكرون فبالتالي استخدام قال لي بشكل عام كمية اللي طلع وقال لي بشكل خاص اللي هي اصغر من فايف مايكرون بنسبة 75% ولكن في المقابل هو طلع لي حاجات محتاجة عندي بل كمية دي فهنا ده يعني تحليل استخدام اللي انت باع بتدرسه قبل ما تشتري الواحدة دي او لا ايه السؤال اللي بعده بيتكلم عن سيفتي اناليسيز الامونيا استورج تانك انت عايز تتخزن امونيا في تانك وعايز تشوف التانك ده لو حصل له فلير لو تكسر والامونيا دي اتدلقت وانتشرت في المكان امونيا دي هتتبخر فعايز تقرر فيها هتطلع بخيرها قد ايه فاول حاجة قال لي احسب لي الامونيا سورس سترينس ناين جرام بر ساكب يعني الامونيا هتتبخر بمعدل كم جرام في الثانية لو التانك ده تكسر طب التانك ده اصلا جوه قد ايه التانك ده جوه عشرين الف تن هينتشره في مساحة عشر تلاف متر مربع التانك ده وتكسر العشرين الف تن دول هينتشره في مساحة عشر تلاف متر مربع ويبقوا مكشفين بقى للهوا يبدوا يتبخروا ومن الماس ترانسفر تقدر تحسب او هو حسب ان هيبقى تقريبا واحد سنتيمتر في الساعة يعني الامونيا اللي هي الليكود الكتير اللي هيبقى مكشوف للهوا ده كل ساعة الهيض بتاعها هيقل لون سنتيمتر نتيجة للافاكوريشن احسب لي الامشن والتايم فور اول ده امونيا توبويل اوف فاول حاجة عايز هنا اللي هي تتبخر بريد كم جرام في الثانية وتاني حاجة احسب لي هتاخد وقت قدي عشان كل الامونيا تتبخر فهنا الموضوع برضو بسيط جدا البيل اوف ريت ده اللي هو واحد سنتي في الساعة انا عايز احوله لفوليوم حولي الفوليوم ازاي يعني طريق ان انا هضربه في الاريا اللي هي عشرة الاف متر مربع فلما اضرب عشرة الاف متر مربع في واحد على مية متر في الساعة يبقى انا عندي في الساعة هيتبخر عندي مية متر مكعب من الامونيا لحد هنا تمام طيب اه برضو جات من هنا عشان ما متخيلين انا عندي مساحة امونيا على مساحة عشرة الاف متر مربع هتفضل تقل لحد ما تخلص خلص فلما اضرب الدلتا اكس او الدلتا هايت في الاريا اداني الدلتا في النهاية بتبويل بريد مية متر مكعب في الساعة طيب هنا خلنا الامونيا دانستي بالف كيلو جرام برميتر كيوب عشان نقدر نحول الفوليوم اللي بيطير ده لماس فلما اضرب الرقمين دول في بعض مية متر مكعب في الف كيلو جرام هتطلع لي مية الف كيلو اللي هو مية تن في الساعة مية تن في الساعة ده بس هحاوله لجرام بر ساكند زي ما هو كان طالب مني ففي تين بور ناين على تدهاب ستمية هتطلع لي تو بوين سيفن ايت في تين بور سيفن جرام بر ساكند طيب الشوية دول بقى هيحتاج وقتها الدقيق عشان يحصل لهم كومبليت بويلنج مية تن في الساعة وعندي الكمية اصلا عشرين الف تن فلما اقسم عشرين الف تن على مية تن في الساعة يطلع لي ميتين ساعة فالشوية دول هياخدوا ميتين ساعة عشان يتبخروا تماما حوالي ثمانة ايام طيب اللي بعدها بيكلمني عن بروسس تالتة اسمها هي عملية انتاج الكوبر من حاجة اسمها كوبر سملتر كوبر سملتر ده بيطلع خمسمية تن من الكوبر عم طريق ان هو بياخد كوبر اور حاجة اسمها كالكوبايرايت سي او اف اي اس تو وبيحصل لها تفاعل اوكسيديشن التفاعل ده زي ما احنا شايفينه هنا كده بيطلع الكوبر يتفصل لوحده والايرون يتفصل لوحده والسالفر يتفعل مع الاكسجين يطلع لي اس او تو هو عايز يعرف اس او تو اميشنز اا من السملتر ده لو انا مش بعمل اي كنترول لو انا بسيب اس او تو يطلع براحته للاتموسفير. آآآ فخلينا نشوف هنحسبها ازاي? هو قال لي ان دي بتطلع خمسمية تن من الكابر. طيب التفاعل بيقول لي ان كل مول من الكابر هيبقى قصادها من الاس او تو. طيب مول قصاد من الكابر هيطلعوا اتنين فاربعة وستين اللي هي مية تبانية عشرين من الاس او تو. طيب انا عندي فعليا خمسمية تن كابر هيبقى صدهم كام تن اس او تو. دوس مولتبليكيشن هيطلع عندي الف وستاشر تن في اليوم من الاس او تو. ملحوظة في اخر المسألة بيقول لي خد بالك ان الرقم اللي تطلع لك ده غلابا اقل من الحقيقي لان الاور اللي عندك دي هي مش كلها مش كلها ده فيهم شوية فدول هيفضلوا يطلع لك اس او تو هيفر هما مش هيتطلع لك كابر بروديكت فبالتاني انت تتوقع عن الاس او تو اللي هيطلع فعليا هو اكتر من الرقم ده مشوية نتيجة وجود اللي هو الايرن بايرايت في الاور بتاعتك. هندخل دلوقتي على شيط نمبر فور. شيط نمبر فور هنا بيقول لي بداية المسألة اكتب لي بتاع الاكتين مع الهوا. احتراق اكتين في الهوا. بسيط قوي. سي تمانية اتش تمنتاشر يحتاج اكسجن عشان يطلع تمانية سيو تو اتش تو او. وبالبالنس عرفنا ان الاكسجن هيبقى اتناشر ونص. عايز يعرف الفيوريتكال اير تو فيول ريشيو اللي هما الاتناشر ونص الاكسجن اللي عايزه مش هنسأل دول. بس عايز بقى نسبة اير تو فيول مش اكسجن تو فيول. وعايز الريشيو دي مرة بايمول ومرة بايماز. طيب بايمول اكسجن. بتو اكتين هي اتناشر ونص على واحد. خمسة وعشرين على اتنين. بس انا مش بستخدم اكسجن. انا بستخدم هوى. فعشان كده ضربت في مية على الي هي نسبة في الهوا من عشرين بونت ناين برسنت. فلو انا عندي اتناشر ونص اكسجن هيبقى قصدهم اتناشر ونص في مية على اير هيطلع على رقم ده. طيب ده باي مول. بايماس هضرب كل رقم فيهم في الميركلا ريت بتاعه. فضربت الففتي ناين بوينت ايت في الميركلا ريت اللي هو تسعة عشرين. وضربت الواحد في ميركلا ريت الاوكتين اللي هو مية واربعتاشر يطلع لي ففتين بوينت او. هيا دي المسألة. حاجة بسيطة جدا. طيب اللي بعدها احسب لي برضو الاير توفيول ريشيو بايماس هاستخدمها في انجن. الانجن ده هنفترض برضو انه هو شغال باي اوكتين اللي هو الجازولين الطبيعي. بس المرة دي قلل معلومة ان الاكساوست جازي اللي خارج لما عمليت ده يعني في غياب الووتر فيبر طلعلي كده البرسنتج دي باي فوليوم. باي فوليوم يعني باي مول. فانا عندي وفتينتو فور للوينتو مول فراكشن سيوو. ووينتو ثري ومول فراكشن سيو. اه سوري. واينتو ثري او مول فراكشن اوكسجين وبوينتو او وان مول فراكشن من الكربو المونوكسيد وپنتو او تو مول فراكشن من الهايدشين. هنفكر في حاجة زي كده ازاي? اول حاجة احنا هنفرد بازيس من الاكزوست جاز ده. هنفرد ان انا عندي ميت مول من الاكزوست جاز. فبالتالي هيبقى فيهم الاركم دي تولف بوينت فور سي وتو وثري بوينت تو اوكسجين وبوينت وان سي او وبوينت تو آآ هايدشين. طيب هحاول من الاركم دي كان عندي اصلا اوكتين قد ايه? احنا ما شفنا معادلة احتراك الاوكتين من شوية. لقينا ان من الاوكتين هيطلع تمانية مولز سي او تو. بس ده لو كان كومبليت كومبسشن. طب لو كان كان هيطلع بدل سي او تو يبقى سي او. في الحالتين عدد الكاربون اتومز هو هو. يعني كل مول من الاوكتين هيطلع تمانية سي او تو او تمانية سي او او تمانية ميكس ما بين سي او سي او تو حسب النسبة كتتعمل ازاي? فبالتالي انا عارف ان مجموعة عدد مولز السي او سي او تو اللي طلع هو ثمن اضعاف مولز اوكتين اللي كانت موجودة. عشان كده جمعنا مع بوينت وان سي او جمعناهم على بعض واسبنا على تمانية طلعلي طيب دي كده البداية. اااا آم ده كده انا عايز فالنص التاني هحسب بقى هحسبه منين من الاكسجن. طيب الاكسجن وطلع عندي شكله عامل ازاي? طلع عندي اكسجن لوحده وطلع عندي اكسجن موجود في موجود في فالاكسجن اللي راح للسي او والسي او هو اكسجن استهلك في التفاعل. طيب فانا هفكر كده واحدة قطع. عشان تطلع كل مول سي او تو استهلكت وان مول او تو. كربون وان كربون طلع لي وان سي او تو. فبتالي انا عندي تولف بوينت فور مولز من السي او تو. كانوا اصلا في الاول كانوا تولف بوينت فور مولز او اكسجن. انا عايز اجمع مولز او اكسجن دلوقتي. والثري بوينت تو مولز او اكسجن طلعوا اصلا هما كانوا اكسجن مفيش مشاكل. السي او بقى كل مول اتكونت من السي او كان قصادها في البداية نص مول من الاكسجن نص مول من الاو تو. فلما يطلع عندي بوينت وان مول سي او يعني كان عندي داخل في التفاعل مول فبالتالي حطت الرقم ده هنا على اتنين جمعت دول يبقى ده مجموع الاكسجين اللي خارج في الاكسجوست اللي هو مجموع الاكسجين اللي كان داخل الداخل هو اللي خارج في الماتيريال بنت فطولة عندي طبعا انا بستخدم هوا مش اكسجين فقسمت الرقم ده على اللي هي نسبة الاكسجين في الهواء فيبقى عندي والاير هقسمهم على بعض لو قسمتهم على بعض وخلاص يبقى داع لكن هو كان عايزها فضربت الهواء في تسعة وعشرين وضربت الاكتين في تتلقى للنسبة اخر مسألة معنا في الشيط ده وهتكون اخر مسألة في الفيديو ده كمان آآ نازلنا برضو بنتكلم عن بس هنا بنبص على حاجة محتاجة شوية. هنا بيقول لي ان في آآ قال لي ان بيحصلوا آآ او دي كومبوزيشن لسي او واكسجين في درجة حرارة عالية جدا اربعة تفو تلتمية رانكن بنسبة عشر في المية لما يكون يعني لو انا جبت سي او تو وحطته في الظروف دي. درجة الحرارة والضغط ده وسبت وقت كافي عشرة في المية من سي او تو هيتحول لسي او اند اوكسجين هيتفكك بالمنظر ده. احسب لي بتاعة التفاعل اللي بيحصل ده من المعلومات اللي عندي وقارنها باللي موجود في بتاعة المنشورة قبل كده. فانا اول حاجة كتبت التفاعل نفسه. التفاعل بيقول ان سي او تو بيتحول لسي او بلاس نص اوكسجين عملت له وده حسب الظروف عاملة ازاي? هو كده هو بتاع سي او مضروب في بتاع الاكسجين لان انا عندي هنا نص على بتاع سي او تو. دي اخدناها قبل كده في وعارفينها كويس. طيب هو قل ان السي او تو از آآ TEN PERSENT DISSA pursued او يعني لو عندي واون سي او تو هتتحول يفضل بوينت ناين سي او او suo فلو حبيت اجيب كده ريشيو ما بين او علاق مبين البارشال بتاع السي او والسي او تو هقول كده ان اه الببارشل بريشور بتاع السي او هو بوينت ون على بوينت ناين هنا فيه مقسوم على بوينت ناين سي او تو. جات من ان انا سي او بالنسبة لسي او او هتبقى بنسبة عشر تسعين اللي هي واحد لتسع اللي هي بوينت واون لبوينت ناين. فممكن اقول بوينت وان على بوينت ناين او ممكن اقول واحد على تسع ايا كده. هي نفس الريشيو في الاخلي. طيب انا عايز دلوقتي هقول ان توتال بريشور كانون انكوسفيريك. هنا هو هيكون مجموعة لتلاتة لتلاتة كمبونتز. زي او زي او زي او زي او زي او 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 او. هو مضروب في بوينت وان على بوينت ناين او مضروب في عشر على تسعين. تمام. طيب بالنسبة للأكسجين. الريشيو هنا واحد لنص بتقول لي ان بتاع الأكسجين دايما هيبقى نص بتاع السي او. فياخد الرقم ده. نقسمه على اتنين. في بوينت او فايف على بوينت ناين. في بيساوي وان اتموسفيرك. لما اخد السي او كومن فاكتور على الشمال واحل المعادلة. هيطلع لي بتاع السي او بوينت ايت فايف سيفن. والسي او بوينت او ناين فايف والأكسجين بوينت او فور ايت. يبقى انا كده جبت بتاعة التلاتة كومبوننتز. بتاعة التلاتة كومبوننتز عند وان اتموسفيرك. عايز تتشيك هتلاقي ان لازم الرقم ده هيبقى واحد على تسعة من الرقم ده. اسمت السي او تسعة هيطلع لك السي او. طيب اخد بقى الارقام دي وراح احسب الاكوليبريم كونستنت. هضرب سي او في اوكسجين بارهاف على سي او على سي او تو هيطلع لي بوينت او تو فور ثري. فهو ده الاكوليبريم كونستنت في الحالة بتاعتنا. بتقدر بقى تدور على الكيس دي في في الكتب بتاعة في المختلفة. وتشوف هل الرقم ده قريب هل هو فعلا مزبوط ولا ممكن يكون في حاجة مختلفة شوية. هنوقف لحد هنا في الجزء ده. الجزء ده يعتبر كده حاجات جنرل ما فات معلومات جديدة قوي من وجهة نظر لكن هي بس تطبيقات على حاجات احنا عارفينها من الاول. اه الفيديو الجاي زي ما انتفقنا هيكون بعشية هيكونوا تطبيق على حاجات جديدة اه مفروض ان احنا تعلمناها في اه التوبك ده اللي هو اه اه فاشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.